التقرير نتحدث عن الشرطة والحدود حبايب بأبرز مواجهات الجولة 19 وهالتقرير مع مصطفى عصار لا أحد يستطيع نكران ما يقدمها الشرطة من عروض مبهرة أبناء مؤمن سليمان استعادوا عافيتهم حيث باتوا مصدر قلق للخصوم على الجانب الآخر لا يمر الحدود بفترة جيدة بعد ابتعاده عن الفوز في آخر تسع مواجهات خاضها استيفاني كوادو جرب حظه من خلال التزديد لتجد كرته أحمد باسل الذي ابعدها إلى ضربة الركنية بعد هذه الفرصة منح الحكم ركلة جزاء للقيثارة بعد عرقلة أحمد يحية نفذها الهداف الجديد آسو رستون بنجاح معلنا تقدم الأخضر الحدود بقي يحاول على مرمى الشرطة لكنه اصطدم بقوة الحارس أحمد باسل فيما تكفل القائم برد هدفين محققين لصاحب الأرض لينتهي الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدف نظيف في الشوط الثاني وضع عبد المجيد أبو بكر فريقه الشرطة تحت الضغط بعد حصوله على الانذار الثاني ليضطر فريقه إكمال المباراة بعشرة لاعبين هذا الأمر استغله الحدود بنجاح بعد تسجيله هدف التعديل برئيسية الأكسندر بريميل بعد هذا الهدف زج مؤمن سليمان باللاعبين محمد داود وبسام شاكر فتحول الضغط على مرمى صقر عجيل الذي استقبلت شباكه ثاني الأهداف عن طريق السوري فهد اليوسف تكفل البديل بسام شاكر بصناعته بعد هذا الهدف ظن الجميع أن المباراة انتهت لكن أليكسندر كان له رأي آخر بإحرازه هدف التعديل منحا فريقه نقطة ثمينة فيما خسر الشرطة نقطتين مهمتين في سباق الصدارة مصطفى عصام العراقية الرياضية